وعلى فكرة بالنسبة لكلمة التحريم هي كلمة مهمة جدا في العهد القديم هي بتتكلم عن شعب في داخل مكان في مكان جغرافي محدد معين فعادة كل المكان سواء من الحيوانات الأطفال النساء الدبائح كلها كانت ملك الإله يعني مثلا إله يمتلك كل البلد فالكنعانيين مع أنه كان عندهم آلهة لكن في أيام يشوع كان يكنوا العبادة لمصر فرعون كان يعتبر إله فكل ما هو إله بكل مقتنيات بكل يعني الحيوان هو اللي كان بيحمل مثلا الحمير كانت تحمل المضاعة الغنم كانت تقدم الخنزير كانت تقدم دبائح الأولاد كانت تقدم ذبائح فعادة عن الإباحية والزنا وكل هاي فلما بتحرم بلد لما بتخذ البلد كانت بمعتقد العهد القديم أنه البلد صارت ملك الإله فكأنه أنت لما بتحرم هاي البلد صارت ملك يهوى في العهد القديم هاي الكونسيط هذا الفكرة اشتركوا في القناة